السلام عليكم اليوم سنرى أمر نستخدمه لحتى نرى ما هي الـ processes أو الأوامر أو الـ comments اللي موجودة أو اللي شغالة بالفترة الحالية على جهازي بمعنى آخر أنا عمالي أعمل عملية monitoring أو مراقبة للنظام الأمر اللي سنرى هو أمر PS أمر PS لا يعتبر مفيد جدا بشكل مستقل وإنما يستخدمه بشكل كبير وقت اللي يكون عمالي أكتب السكريبت وبدي أشوف أعمل monitoring للجهاز بالبار العلوي مثلا أو بالبانيل العلوية فأمر PS إذا كتبته بدون أي فلاك تاني رح يعطيني الأوامر أو الـ processes اللي موجودة حاليا ورح يعطيني الـ PID اللي هو الـ ID الخاص بالـ process المعينة ورح يعطيني الوقت اللي شغالة فيه رح يعطيني طبعا إذا كنت موجود ضمن TTY أو إذا كنت موجود ضمن إذا كنت عمالي يستخدم لنقول الـ login manager فرح يتغير من TTY رح يتغير للـ process manager أو الـ display manager الثاني هذا الكلام إذا كنت على server كمان ممكن أن يعطيني الـ server أو user إذا كان فيه أكثر من user عماله أن يستخدمه الجهاز بنفس وقت فرح يعطيني الـ users كل واحد رح يكون فيه PTS خاصة فيها طيب هذا الأمر بشكل هيك بدون أي شيء غير مفيد طيب أنا لحتى أشوف معلومات أكثر بيستخدم معه flags معينة حلاوة الـ PS أنه يدعم الـ output أنها تنعرض إما بأسلوب UNIX أو بأسلوب PSD أو بأسلوب الـ default الخاص بالنظام فأنا لو أجيت وقلت له نحن رح نشوف بس استخدامين للـ PS لأن في عندي options كثيرة فأنا لو أجيت وقلت له PS-ELF رح شوف أنه أعطاني كافة الـ processes اللي موجودة حاليا على الجهاز طيب هذا الكلام هيك ما له مفيد وطبعا مثل ما حكيت أنه أمر PS هو static يعني ما بيتغير مع الزمن يعني بيعطيني بس مجرد سنابشوت أو صورة لمرة واحدة فإذا بدي أرشع وشوف الـ processes كيف عملها تتغير مع الزمن لازم أني أكتب PS مرة ولا مرة ولا مرة لهذا السبب نستخدم أوامر ثانية لحتى نعمل monitoring ولكن الاستخدام الثاني اللي رح نشوفه على تعليم أو على أمر PS هو أني شوف الـ processes اللي خاصة بمستخدم معين فمثلا مثل ما شوفنا من شوي أنه الـ process أنه الـ PS يعطاني لـ user root وعطاني لـ user هجام طيب أنا إذا كنت بدي أرشوف بس لـ user معين خلينا نشوف كيف بعملها فبقل له PS- capital U بعدين قل له اسم الـ user لنقول أنا بدي أرشوف الـ processes الخاصة بالـ root بعدين داش small u root بعدين new بتضغط enter فبهاي الطريقة رح شوف أنه عطاني بس الـ processes اللي الـ route عماله يستخدمها وليس كافة المستخدمين اللي موجودين على الجهاز طيب أنا إذا كان بدي أخذ أعمل عملية فلترة لشوف process معينة فمثلا لنجي نقول برجع بقول له PS- ELF بعدين بعطي الـ pipe بعدين بعطي grab رح نقول له داش داش color لحتى يطلع عندي بشكل ألوان Always وبعدين بعطي الـ process اللي بدي مثلا عمالي يدور عليها فلو قلت له ZSH على سبيل المثال رح شوف أنه في عندي أكتر من مكان مفتوحة في ZSH وطبعا بالنهاية رح شوف أنه رجع عطاني ZSH مع أمر الـ PS نفسه لأنه أنا هون وقت اللي كتبت له ZSH أخذها من الـ PS فبهاي الطريقة ممكن أني شوف الـ PID أو رقم الـ process اللي عمالي يدور عليها بعدين إذا بدي أعمل عملية إغلاق قصري أو بدي أبعث هذا الرقم لأمر ثاني فممكن أني استخدم الـ pipes لحتى يكون في عندي سكريبت معقدة بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر